جيمي. انا عجبني البنج بونج ده. تديني حتة حلوة. اروح لجيمي وروح مديني حتة حلوة. احنا بقى ايه? اتفضل. اتفضل. اتفضل يا جيمي. قول لي عايز. لا مش عايز حاجة انت قول لي عنا كمان. اي فريق في الدنيا بيبقى عنده اكتر من بلان. اه. في عملية الهجوم تحديدا. اه. لانه في مبادئ في الدفاع. بنتكلم على الترحيل. الرقابة. المان. الزون. حاجات مبادئ اساسية ما بتتغيرش كتير. لكن في الطرق الهجومية. ازاي تلعب قدام بعض الفرق اللي بتتكتل. فرقة موريتانيا. على رغم ان هي من الفرق اللي على ما لعبها بتهاجم. وبتقدر تشتغل. وما بتركينش الباص بلوط الكورة. لكن هي فرقة لما بترجع ورق بتدايق المساحات جدا جدا. لانه دايما بيدافع بستة. بينزل الجناح وبينزل الجناح الايمن والايسر مع الاربع الموجودين. ولو بيلعب بتلاتة ورق في الخط الخلفي بيدافع بسبعة. فهو دايما فرقة موريتانيا فرقة عاملة زحمة. عشان تفوك التكتل ده. لازم تعمل ايه? ناس كتير في العالم بيشتغلوا حاجة بيساموها الاستك ميمبرين. او او الاستك. بيشتغل زي الاستك. اعتبر ان الملعب قبل لو انروح للحالات. اعتبر الملعب عامل زي الاستك. فلو شدته من نحياة دي الملعب يمشي كده. فرقة لو ده انت راح فيها. فبتعمل ايه? بتروح ضاغط هنا عشان كأنك بتشد الفريق كده. فالفريق ما يمشي نحيا دي بفضيلك فين? فضي الناحية التاني. كابترو حساب حسن. في التلات مباريات الاخيرة. خاصة في مبارياته على الارض. مش خارج الارض. بيشتغل على دي. طب تعال نشوف انا عارضة وعملها ازاي? هو طول الوقت يعمل اوفرلود يمين. وروح حطيتها ناحية الشمال. يعمل اوفرلود يمين. وروح ناحية دي. علشان بعد كده اروح مجرر ما لعب احطيتها الناحية التانية. دي طريقة بتحتاج تمرير كتير جدا لان بتحتاج دقة تمرير طويل. تحرك من كل اللاعبين. او تناسق وتناغم ما بين المجموعة الامامية بالكامل. عشان يحصل عملية السحب والشد دي. عشان افضي يا اما لو انا بلعب بطريقة خمسة لو انا افضي ناحية الشمال. او احمد عيد الناحية التانية لو انا بلعب باربعة. تعال نشوف بقى انا جايب بس مثالين ليها من اللي حصلوا النهاردة. الله عليك. اللي اللعبتين اللي حصلوا فيه النهاردة. المنتخب بيعمل ايه? دايما يمين ويروح من فضي ناحية الشمال في ظل الكسافة العددية. تعال ان بص فرقة مريتانيا بتلعب بكام لعيب في خط الخلف. كام لعيب تحت الكورة من فرقة مريتانيا الفرقة كلها تحت الكورة. كام لعيب في نص ملعب بريتانيا. تسع لاعبين. زحمة. صعب بتعمل عملية التدرج بالشكل الطبيعي. طيب. روح دلوقتي مين اللي معاك كورة مين? مين اللي بيعتمد اركب تلحسام حسن في كل المباراة على ارسال الكورات الطولية. رامي ربيعة. رامي ربيعة هو الاساس اللي بيعمل دي. بيعمل واحدة. طولية لازم تزبط مع واحدة في المورة. بص هنا الراجل هيعمل للدهاج وانا اه 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 بعليش ارجع تاني. ارجع تاني. بص. لعبية منتخب مصر. ادي تلاتة. تلاتة تمانية. تمال لعيبة من منتخب مصر لو اسمنا الملعب بالطول في النص الايمن من الملعب. تمال لعيبة من منتخب مصر. بما فيهم اللعيب اللي هيحط الكورة اللي هو رامي ربيعة. اللعيب واحد هو اللي فاتف معنا حتى الشمال. اللي هو محمد الحمدي. فطبيعي لما يبقى عندي تمال لعيبة. تمال لعيبة من منتخب مصر ناحية اليمين. لقى فرقة مرة تانية يا تروح فين? هتتسحب كلها إذا لأستك تروح ناحية اليمين فده اللي حصل الفرقة كلها مركزة ناحية تاني لو القرى دي ما تلعبتش دقيقة عمراء ما تروح بص هات السرقة اللي بعدها هتلاقي رامرة بيها حطتها لمحمد حمدي بص بقى الفرق ما بين التكتل اللي هناك وهنا المسافة بين قلب الدفاع بتاع موري تاني ناحية اليمين والبقرية قد ايه والمسافة اللي في ظهر البقرية قد ايه يروح محمد حمدي تحت الضغط بيروح ضغط وراءه سماو فيصل الكرة بتكمل تعالى كملك او ريالك باب ناحية العكسية في نفس الهجمة تكمل كمان ادي كمان واحدة ماشي اسامة هترجع تاني لعمر مرموشك هترجع لحمدي هارجع لعمر مرموش بص الاوفرلود بص فرقة موري تاني بقوا اتنين اربعة ستة سبعة بقوا فين بقوا الناحية دي واحد بس ناحية التانية بص بص زيزو فين ناحية التانية فانا بعتمد على نفس التكتك باسحب الفرقة كلها شمال وغير يمين اسحب الفرقة كلها يمين وغير شمال دي هتتحط عمر مرموش هحطها استلامة كانت صعبة شوية كرة كانت صعبة لكن ظهرت لزيزو متأخر من حيش استلامها دي واحدة الكرة اللي بعدها بصها كريم نفس القصة اتنين اربعة ستة تمانية تسعة من فرقة موريتانيا كلهم نحية اليمين نص المرعب اليمين احمد عيد لما استلم فاضي هيحطها الناحية التانية خالص ماشي هات الفريم اللي بعده نفس القصة لمحمد حمدي فاضي بعدية على طول عمر مرموش داخل عامل بص فجأة تحول دفاع موريتانيا اللي قافل كل المساحات وقافل كل حاجة بتغييرها واحدة للملعب هيحطها محمد حمدي لعمر مرموش بص بقى المساحات ما بين قلب بين الدفاع بتاع موريتانيا قد ايه ما بين الباكرايت وقلب الدفاع فكت التكتل ده كله يا كريم بلنا دغطهم نحية دغطهم كلهم نحية اليمين وبعمل عملية التغيير ناحية الشمال تاكتك بسيط للناس اللي شوية بيعيبوا على كابتال حسام حسن انه ما فيش افكار لا فيه افكار لا ومش كل الافكار اللي هتعملها هتجيب لك نتيجة في نفس المباراة مرة محموكا بيكلم الحلقة اللي فاتت على قصة كرات السبت ما احنا عادنا مطشين تلاتة نكسب بكرات السبت اه ما جبناش حاجة للمطش اللي فات ولا النهاردة لكن بقى عندك سيستم لكرات السبت شوية بتشتغل على الفرق اللي بتتكتل بمرحلة لاحقة بتلاقي الفرق اقوى شوية هتطور عملية الكاونترز وعملية التحولات بشكل جيد اه لازال عندنا صغرات في جزء الدفاع والارتداد من الهجوم للدفاع ولكن ما يقدمه حسام حسن هي افكار جيدة وهناك افكار تقدم وعمل يبذل ومجهود يحيي عليه